أن الله عز وجل عاقب قوم لوط بثلاث أنواع من العذاب لم يعاقب بها قوما لم يجمعها على قوم يعني ما في قوم جمع لهم هذه الأنواع الثلاث من العذاب وشي؟ الصيحة أيضا مذكرة في الآيات أحسنت الخسف هذا لأنها رفعت الأرض فجعل عليها سافلها طيب باقي واحد أحسنت و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل الحجارة تأتيهم من النار سجيل من أسماء النار و كل مسومة مسومة عند ربك للمسرفين كل واحد عليها اسمه هذه الحجارة ستصيبوا فلان و هكذا فالله عز وجل أصابهم بالصيحة ثم أخذ جبليل بطراف جناحه فرفعهم إلى السماء حتى قيل أنها سمع لبيح كلابهم ثم بعد ذلك خسف بهم إلى الأرض ثم أمضروا بحجارة من سجيل و لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة و المفعول و لهذا أهل العلم بعضهم قال يفعل فيه كما يفعل بها قوم لوط و بعضهم قال يقتل فهذا ما فعله قوم لوط و هذا كان جزاؤهم و هم قد دخلوا على الملائكة يعني لما أخبرتهم زوجة لوط بأن هناك شبان حسان أتوا إلى لوط جاءوا إلى لوط جاءوا يريدون أن يفعل فاحش بهؤلاء فقال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون كي لأن هذا كان قبل أن يعرف أنهم ملائكة قال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون و اتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا من ننهك عن العالمين ما نهيناك لك تجيب أضياف لا تجيب أحد فقال لهم لوط هؤلاء بناتي يعني لكم النساء أحلهم الله عز وجل لكم ثم قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون سبحان الله عز وجل سبحان الله عظيم الله يوصفهم بالسكرة يعني في كأنهم يعني سكارا ما يدركون يريدون فقط أن يفعلوا الفاحشة لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون ثم جاءهم ما أتاهم فهذه القصة التي حصلت مع قوم لوط عليه السلام عندما أتى قومه قيل أنها كانت قبل أن يعرف أنهم ملائكة ولهذا كان الجواب في سورة هود قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ثم أمروه بما أمروه وكانت هذه يعني عاقبة قوم لوط وأما أعده الله عز وجل لهم وكان كذلك كل من فعل فعله قد خالف الفطرة واستحق القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول أسأل الله عز وجل لنفعله وإياكم ما يقالوا يسمعوا اجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين نراكم غدا بإذن الله بارك الله فيكم شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة ترجمة نانسي قنقر